فقط اسمع وشوف أولاد التضامن عند القبض على السومالي شو قالوا؟ فضلوا نخرجوا الريبورتاج سندخلوا في تفاصيل القبض على العنصر الإريابي القيادة الخطيرة السومالي الفار من سجن المرنقية في قلب حي التضامن تفاصيل شحيحة ولكن الأخبار المؤكدة أن من قام بإيقاف السومالي وشل الحركة نتاعه هو عنصر من عناصر إحدى الفرق المختصة الكوموندو التابعة للجيش الوطني ومعه عنصر أمني لكلام هذه نستقيوه من شاهد عيان والتفاصيل تبقى من مشمولات المؤسسة العسكرية والأمنية هو المهبط من التكسي الجامعي نرمى المو جاء من هنا فهمه عنصر أمني إذا يعرف تسويرتو خاطر ما نتصورش معتها كان أي بشر معتها بش يعرفه ما نفهميش معتها تسوير كهوق قامت لعبيت باللازم كي بدأت عاية للتعقوية الخاصة رهابي رهابي نس كلها تاع القوية الخاصة هو اللي عرفه هو معتها اللي قبض عليه لوليني نرمى المو هو والواحد هو 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 هذية هذية معتها بش نقول وراه في حي تضامن رجال أفذاذ من المؤسسة العسكرية والأمنية والعنصر اللي قام بالقبض على الصومالي تابع يكون منذ الجيش الوطني حسب الأخبار انتاع السكان في المنطقة هذية بمعاضدة أمني بزي مدني والحمد لله الصومالي الآن موقوف موجود في إحدى الأماكن المحصنة وهو معتها مكان لإستجوابه ومعرفة التفاصيل الدقيقة في العملية اختراق سجن المرنجية وهذه صورة حية على السيارة اللي تم بها القبض على الصومالي من غير منوري والنوعية انتاعها ولا الرقم انتاعها فقط هذه التفاصيل انتاع عملية القبض على الصومالي في منطقة حي التضامن قريب برشة على جامع أحد الصومالي كان في حالة غير طبيعية لأنه فار من الملاحقات الأمنية الأمن التونسي اللي كان على امتداد ثلاثة أيام متواصلة يتعقب أثر الإرهابيين من مكان إلى آخر منين خرج بالضبط الصومالي وين كان موجود العناصر اللي كانت تتعقبه بطبيعة الحال ألف برافو وفي الأخير الحاجة اللي نأكدوها أنه هذا الجرذ لم يجد أي منزل يفتح له في حي التضامن ولا أي مكان يأويه ولا يخفيه حي التضامن تعرفوه معتها كبيرة برشة ومتسعة والاختباء فيها سهل جدا لكن الإيجابي أنه حتى منزل محل ببانه للصومالي وهذاك عليش في الصباح كان موجود في الشارع والناس الكل قامت بشل الحركة امتعوا معاضضة للمجهود العسكري والأمني ولاد حي التضامن ألف برافو وإن شاء الله رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد يا حي التضامن الجائزة التي تسند إلى حي التضامن الذي قبض على السومالي هي التنمية هي الالتفات للمنطقة هذه وإعطائها ما تستحق معتها من خدمات وراء وحنا في المكان هذية هاكم تشوفوا فيه ورايا بالضبط أكديس زبلة حيتضامن ما يخرجش فيه المجرمين والتجار المخدرات حيتضامن فيه أكبر الكفاءات أكديسية حيتضامن خرج خرج الموظفين خرج القاضي خرج العسكري خرج الأمني خرج المدير واليوم يخرج الأبطال لقبضه على العناصر الإرسال أرجال حيتضامن حيتضامن لحي حيتضامن أرجال أرجال مش من جرمة هذا يوم الشهد أرجال حيتضامن أوراد عيار جديدة أزلاس يحي حيتضامن يحي أوراد عيار لا سوما لي نسميع لا بيخلينا قايا سعيد تونس تونسي الأنجبي تحنى بعل وعليه بين أخذهم خذت اللي أسميع العليه مئتين أحد شيء الإرهاب ما عنده وين يوصل وكيفث الجهود تونس احنا مضامنين أكبر درس قيس عيد احتاه للوطن العربي والعالم الأجمع اللي هو الأول رئيس بادل بالرأيه الشخصي اللي يوصل القضية الفلسطينية تحية فلسطين شهدات حية من حية تضامن الحية الأكبر في تونس والدرس يأتي من هناك والملحمة تصنع من هناك أذن اليوم لما تجد العسكري بزي مدني والأمني بزي مدني والمواطن معز الكلها تقول لا للإرهاب نعم للاستقرار ومن يشككون اليوم في المؤسسة الأمنية يضر الأجوبة واضحة والأجوبة تدرس من حية تضامن هو أهم شيء أن نأخذ العبر من هذه الحادثة كان وجد تراخي داخل السجن المرناجية وقعت هفوة وقعت أخطاء من المهم أن التحقيقات تتقدم كي نأخذ العبرة منها ولا تتكرر مثل هذه الأحداث هذا في زاوية أولى في زاوية الثانية رأوا النقد مطلوب يعني أن تنقض المؤسسة من داخلها أو أن ينقضها الرأي العام هذا مطلوب لك أن يحاول البعض أن يركب على هذه الأخطاء التي توقع فيها قضية رأي عام أرأوا أن هروب من السجون صنعت حوله أفلام في صناعة الأفلام في هوليوود فما مجرمين في العالم من استنبط وطرق وحيال وهناك منذ تقريب سنة إلى الوراء مناظلين ومجاهدين فلسطينيين استطاعوا الفرار من أكبر سجن يعتقل فيه الفلسطينيون يعني أنه يفلط شخص أو يهرب من السجن هذا وارد لكن بطبيعة الحال يجب أن يتحمل كل من قصر في ذلك المسؤولية الآن التي نقوله هناك شق بطبيعة الحال أراد أن يوظف هذه الحادثة من أجل أنه يظهر أن الدولة في حالة ضعف وأن أجهزة القوة في الدولة في حالة هوان وأن هناك ارتباك داخل هذه المؤسسة نحن نقوله أكثر من هذا يعني أنا تعرف محمد وجهت نقد لا ذعى لبعض المسؤولين في السجون أو في إدارة استعلمات لكن هذا نقد مطلوب لكن حين نرى أن هناك صفحات معينة وأنوانا خاصة تلك الصورة التي نشرت في أحد المواقع المعينة من داخل السجن حين النوق وصل إليها شاريت الفيديو إلى إحدى التونسيات الفارة في الخارج ونشرت الفيديو وعلقتها وقلت من أوصل إليها بهذه السرعة المدهشة شاريت الفيديو يعني نحب أن نقوله مسألة أخرى هناك طرق محددة لوصول هذه الفيديوهات نعطيك مثال مش نعطيك مثال آخر في كوندار منذ ثلاثة أسابيع مواطن تونسي ساكب البنزيل نفسه أحرق روح في مركز كوندار والكاميرام تعمل المركز هي التي صورت التقط هذه الصورة كيف وصلت هذه الصورة إلى أحد المنوئين للدولة الموجودة في تركيا والشراء هو نقول لك لماذا هذا يجب للنيابة العمومية والفرق المختصة أن تواكب لدينا صفحات معينة ومعروفة خاصة الصفحات الأنستالينجو والرديفة والمتحالفة معها والتي تشن باستمرار حملات إما لتشويه سياسيين أو لتشويه رئيس الدولة أو لتشويه مسؤولي الأمنيين هذه الصفحات التي دأبت على العبث ببعض الأخبار في الدولة من المهم أن الدولة نفسها تراجع كيف يمكن أن تصل مثل هذه الصور بسرعة عجيبة أو كان أخذها من الفيسبوك ونقول لك لكن أول ما نشرها هذا في باب لكن في كل الأحوال ما نؤكد عليه أن وراه كل المطبات التي تعترض الدولة سواء المطبات اقتصادية أو سياسية أو أمنية هذه في حكم الوارد يعني يمكن أننا بعد شهرين أو أشهر توقع حادثة أخرى تهزر رأي العام المهم أن صاحب السلطة السياسية أو الممسك بالسلطة يحسن التعاطي مع هذه المسائل وعندي مرحوظة أخرى وانت ذكرتها منذ حين حين اتحدثت في الشريط منذ حين رأي منطقة حي التضامن مثل كل الأحياء الشعبية في تونس العاصمة أغملت على مدى عقود طويلة خاصة في الحقبة الأخيرة في العشر سنوات الأخيرة من المهم أن هذه الحادثة من واجب السلطة الآن أن تولي الأحياء الشعبية اهتمام أكبر خاصة وأنه رئيس الدولة يعتبر نفسه أن الحاضنة الشعبية متاعه هي حقيقة تضامنة وهو ديما يزور المناطق هذه والتونس والتونس طبعا طبعا من المهم أن الدولة أنه جزء من الدولة يهتم أنا بس نرجع لك لكن بطريقة أخرى وبسؤال آخر اليوم الطرف السياسي الذي يريد بث الفتنة في المؤسسة الأمنية والعسكرية والتشكيك في القدرات من أجل التصويق على أن الدولة التونسية ضعيفة ومرتبكة والمؤسستين التي تسندان رئيس الجمهورية هم في أسوأ أي حالتهم ونحبك أن تتعلق على الموضوع هذا ناسي محمد أحنا خلنا نتفقه أنه التهريب اللي صار ما هوش هروب عادي لأنه كما تحدث خيبه عز خليني هذيك صار في سجن المرنجية الداخل واضح خلنا نحكيه وتوعى التشكيك في المؤسسة الأمنية التشكيك هذا هو من خلال الصورة التي بثت سواء وزعها في الخارج أو الداخل هدف انتاعها هي التشكيك في المؤسسة الأمنية والهوان اللي تمر به احنا نحب نذكر شعبنا الكريم أنه خلال فترة عام ولا اثنين ما وقعت حتى عملية إرهابية في تونس وهذه تحسب للمؤسسة الأمنية العسكرية وهذا ما يثبت إلا نجاح عسكري وكذلك هناك تناغم بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية عكس ما يروج له بقات ثم بعض الاختراقات الداخلية وهو شأن داخلي يصلح من الداخل ولا شأن للخارج في ذلك خاطرنا كما نعرف العشرية السوداء كانت فيها تعينات مشبوهة وبالتالي المؤسسة الأمنية عند ملفات يجب أن تراجع وأن تضع إصبعها على الداخل وأن تعزل وتعفي من يجب عفاؤه طينا نرجع لك لكنت خليني نركز معاك معز اليوم المؤسسة الأمنية أحبابنا أم كرهنا تزخروا بالكفاءات وهناك قيادات صراحة معتها نرفع لهذه القبعة خاصة هذه الأيام معتها ثلاثة أيام ما يرقدوش رجال معتها تقعد ويقف على ساقيها ثلاثة أيام بين الجبولات وبين الأحياء الشعبية في تعاقب العناصر الإرهابية ما تنجم تقول إلا معتها يا رغم هادوما أولاد تونس ومستقبل تونس ورجال تونس اللي لازمنا نكفو معاه هو بعد وقوع حادثة الفرار أو التهريب من السجن انتشرت الوحدات الأمنية بشكل لافت وبشكل مدهش أحيانا خاصة في جهة بوغرنين بعد ما تم السطو على أحد البنوك يعني الصور التي وردت والأنباء التي وصلت على الأقل وصلت إلينا أن الطريقة التي عملت بها الأجهزة العسكرية الإمكانيات التي وضعتها وزارة الدفاع الوطني لتمشيط تلك الجبال الوعرة وكذلك الإمكانيات التي سخرتها وزارة الداخلية سواء بقوات الحرس الوطني أو بقوات الأمن الوطني هناك حالة استنفار آتت أكلها بسرعة هذا جيد جدا لأنه كان ما تمتش المطاردة بذلك الشكل ما كان أن ينهار بسهولة شخص مثل الصومالي سدت عليه جميع المنافذ هذا جيد وهذا يؤكد أنه بإمكان وسائل القوة في الدولة ووسائل الإكراه في الدولة أن تتحرك كلما استحقت الدول هذا أو كلما تطلب الأمر هذا هذا يطمئن جدا القبض على الصومالي الآن تسترجع به القوات الأمنية جزء كبير من معنوياته لأنه حدث اهتزاز في المعنويات لكن في كل أحوال نحاول أن نفكر بعقل محمد وين نفكر بعقل؟ في البدء في بدايات الحادثة كان الجميع منفعل لكن الآن لو نفكر في الوضعية متاع سجن المرنجية سجن المرنجية يحتاج إلى إصلاحات ونقولوها ذلك يا سيدة وزنة العدل لكن هذه تلك الثورة الفورة التي حدثت لا يجب أن تدفعنا إلى أن نصلت أشد العقوبات الجزائية على من القصر يطبق عليه القانون خليني نحكي على سجن المرنجية بطبيعة الحال ووقعت عملية الاختراق لكن هذا لا ينفي أن سجن المرنجية في إطارات سجنية كفأة ووطنيين بأتم معنى الكلمة في أعوان يستبسلونها من أجل الدفاع على هذا الوطن ومن شكوش حتى طرف في وطنيتهم وإخلاصهم لبلادهم فقد حدثت ثغرة والمسؤول على العملية اللي صارت يجب أن يحاسب ويدفع هو الثمن للبقية الحديث هنا من أجل أن عقل الدولة أن يكون هادئ وين هادئ؟ رو إصدار بطاقات الاحتفاظ مباشرة بكثير من القيادات السجن اللي أنا بنعرفهم حتى يعني بشكل مخيف جدا يجب أن تتربس الدولة وأن تتريث من أن يطبق القانون أن يطبق القانون وأن نتلطف بهؤلاء اللي ارى واسمع الحدث إذا ثبت أن هناك شراء ضمن أو اختراق يطبق القانون بسرعة لكن لا نريد داروا عندهم عائلات هؤلاء الناس وماذا بنا أنه كل شخص ياخو حقه وأنه حمل مسئولية لمن ارتكب جريمة فقط نقدموا بني برنامج متاعنا نستسمحكم الزوز اليوم نتحدث على مجهودات أمنية كبيرة برشا وعلى قدرة فائقة في القبض على الإرهابيين في وقت وجيز خاصة المجهودات اللي قامت بها الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني اللي انتشر في كامل تراب الجمهورية وفي الاماكن اللي ممكن يمشور الارهابيين بازياء مدنية وبصورة خافية ايضا خليني نشكر الوحدات الخاصة للامن الوطني الباطلي كانت متواجدة في اصعب الاماكن وحدات الخاصة للحرص الوطني استعلمات الحرص الوطني البوب تدخل الشرطة والحرص الوطني القوات الخاصة للجيش الوطني المجندين في الجيش الوطني اللي خرجوا وقعدوا ايام وليالي الكل هم حتى يستغلوا من اجل الوصول الى عش الفقران العناصر الفارة من سجن المرناجية اليوم عن اطارات امنية يجب اعطاهم الثيقة بيش المستقبل يكون افضل وما تصيرش عملية كما اللي صارت ولو انو جزء الكبير من المسئولية يقع داخل سجن المرناجي هو الهناك مكان خوية معزين حدث واجب توزيع المسئوليات وهناك مبدأ يسمى بملاءمة التتبع معانتها الهناك يجبنا نحدوش كون مسؤول على الاجنحة اللي صارت فيها الاختراقات وبالتالي تضييق التتبع كي لا يشمل جميع المسئوليين صحيح هو اللي صار هو الهدف في نتاعه هو الضرب المؤسسة الامنية معنويا بدليل انو صارت معانتها الطريقة السخيفة اللي معانتها من خلال التصاور اللي شهدها العام ومضحكة ببعض الاحيان بيش تبين عملية هروبه وانو السجن هذا يسهل الخروج منه لكن هذا موش صحيح عن عدة شخصيات كبيرة جدا من بينها الترابلسي من بينها جرايا من بينها الغنوشي من بينه شخصيات نافذة وما تمش تهريبهم وبالتالي هناك كفاءات داخل السجن أنا بصيفتي كمحامي كنزور السجن ثم بوابات ثم موازين انتع نقول نحن انتع حماية ثابتة انتع إدارة واقفة انتع دولة موجودة عكس ما روج له في تلك الصور التي تثير الضحك والهزر وبالتالي احنا من موقفنا هذا نشد على يدي المؤسسة الامنية والتي مطالبة في نفس الوقت بأحداث مراجعات وأقولها داخلية وليست على هذه العصابات التي كونت وفاق التهريب ان تبعث لنا رسائل كي تخرج المؤسسة الامنية في الزي الضعيف احنا عنا دولة قيمة الذات عنا مؤسسة امنية قوية وكذلك مؤسسة عسكرية وعن شعب كذلك يحمي ويتضامن مع هذه المؤسسين وبالتالي نقول الى المنظومة القديمة التي تريد بث الرعب والاستهزاء بالدولة ان الدولة ثابتة وكل من سيضع يديه او يحاول النس من هيبت الدولة القانون هو الفيصل بين واضح معز اليوم فم بعض الصفحات تحاول اختلاق قصص خيالية على ان هناك اطراف امنية هي التي هربت المساجين من المرناجية وتخلق في سيناريو وهمي كما يدعون وانت كنت علقت لقبل بداية الحلقة على هذه المسألة شوف هو المسألة الصفحات راو يجب ان نفهم ان هناك صفحات تشتغل بالارتزاق يعني بالاموال وهذه ما عادة يستعملون اقنعة ما يعطيش اسمه وصورته تو مثلا انا او انت محمد او سيرا كروكي يكتب باسمه هو الشخصي بصورته ويوقع باسمه هذا يلا حرج عليه لا ضير عليه لكن هنا مجموعة تعطي اسماء عجيبة يعطي اسمه يعطي فو بروفيل ويشتغل في الاشاعة ونعرف جيدا القضية الشهيرة انستالينجو التي اثبتت وجود شبكات ممولة من رأس مال معين من رأس مال سياسي وهؤلاء يستثمرون في الدعاية وفي الاشاعة ويستغلون كل الاحداث التي يمكن ان تقع حتى صف على مخزة يحولوا الى حادثة هنا المطلوب شنوه الاول شيء راه الوسائل الاعلام في تونس خاصة ان الدولة الان لم تنظم هذا العمل يعني الدولة لا تمتلك الان اهل اعلامية قوية ومنظمة لكن هل ترى انه على رئيس الجمهورية اليوم حماية الاطارات الامنية انتاعه اليوم يشتغلوا معتها بكل حرافية وكفاءة واليوم الخطوة هذه مطلوبة هكا ولايه باش الناس اللي تخدم تلقى معتها الراحة النفسية وتضمن انها تنجم تعطيك معتها اليوم العمل وقتي نحكي على حسين الغربي امر الحرص الوطني اللي هو من اكبر الكفاءات في بلادنا ومعروف وانسان كوموندو اه قاد اكبر اه فرقة معتها العالم مش هادلة بالكفاءة متاعها نحكي على الامن الوطني على السبتي نحكي على الردادي نحكي على العباد بالحق معتها تخدم في خدمة كبيرة برشا في اليومات هذه في الظل صحيح مش بينة لكن اليوم انا الاوان انه على الاقل بالقانون او باي طريقة الناس اللي تمس من صمعة سامحني عندهم عائلات كمامة الناس هادوما يتابعون بالقانون هو شوف ان هذه الحملات التي استهدفت فيما استهدفت سواء مدير الامن الرئاسي او امر الحرص الوطني او بعض القيادات الوطنية في البلد الامنية الوطنية في البلد اديرت من نفس الصفحات ووزارة العدل اتخذت ضدهم اجراءات وتم اثارة التبعات واغلقت الكثير من هذه الصفحات التي اختصت في التشويه خاصة مش في التشويه مبارك طار انا من هذه الصفحات الكثيرة انت اخذت بايك وانا اخذت بايك من هذه الصفحات ذاتها التي تتهجم على حسين الغربي او خالد يحياء وغيرهم من الشخصيات الوطنية أو على وزيرة العدل ليلة جفال أو على رئيس الجمهورية نفس هذه الصفحات ونفس الوجوه مع استعمال صفحات أخرى رديفة يتم توليدها في اليوم يولدوا بالـ 25-30 صفحة والكلها سبونسوريزي بالأموال باش نفهموا كيف تعمل هذه الشبكات أنا في نظري في نظري ماذا بيه أن نوجه خطاب إلى السيدة وزيرة العدل هي ما قصرتش في خصوص اتخاذها لإجراءات صارمة تجاه هذه الصفحات التي تشوه الحياة السياسية في تونس لكن بيودي أن أصل إليها رسالة من مساجين سجن المرنجية من مساجين الحق العام رأوا السجن مقتض جداً محمد ونحن كنا طلبنا السيد الرئيس الجمهورية باتخاذ إجراء تستفيد منه عائلات الموقوفين في قضايا السكوك والناس الكل تترقب إلى اليوم أن السيد الرئيس الجمهورية أن يصدر عفو في قضايا السكوك ما هيش قضايا إرهاب هذه فعند قرابة 8000 موقوف وانت يا سيدة وزيرة العدل لديك غرفها 400 و 500 بشر في مكان فيه 70 يعني لا يسع إلا 88 أو 70 نفر يقولوا الكلام هذا محمد يعني لماذا مهم لا هذا صوت المقهورين والمظلومين داخل السجن المرنجية وعائلاتهم في الخارج توا أنت كتخفف الضغط على السجن المرنجية حتى الإجراءات الاحترازية تجاه الشخصيات المهمة أو الشخصيات الإرهابية تكون تعطي أكلها هذا وجهة نظرنا مع ضرورة الإصلاح في خصوص الأكل المخصص للمساجين وكذلك إصلاح إصلاح الجهاز القضائي